محمد بن أبي بكر الحسيب النسيب محمد بن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة وثلاثتهم دخلوا الإسلام أبوه أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمه أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب فلما استشهد تزوجها أبو بكر الصديق فلما مات تزوجها علي بن أبي طالب وتربى محمد بن أبي بكر في بيته وكان يدعى ربيب علي بن أبي طالب أرسله علي واليا على مصر في سنة سبع وثلاثين رضي الله تعالى عن محمد بن أبي بكر وجزاه عنا خيرا